اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة طيب الله ثراه فقيد الجميع لممتاز به بين الناس من صفات حميدة وطيبة وما تركه من بصمات ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية لافت سموه الى ان الراحل ترك ارثا من الانجازات والخصال الحميدة التي عرف بها بين اهل البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالمين العربي والاسلامي ومخزونا تاريخيا وسجلا حافلا استفاد منه الكثير ومن الباحثين والمهتمين وبخاصة في شأن البحريني جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الاكذبية صباح اليوم انجال الفقيد معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن خالد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد الخليفة والشيخ ابراهيم بن عبدالله بن خالد الخليفة واحفاد الفقيد حيث رفعوا الى سموه اسماءات الشكر والعرفان على تعازي سموه ومواساته في وفاة سموه شيخ عبدالله بن خالد الخليفة طيب الله ثراء دعينا الله جلت قدرته ان يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا وسنددا للوطن وشعبه وخلال اللقاء قال سموه عرفنا سموه شيخ عبدالله بن خالد الخليفة طيب الله ثراءه مثالا في الحكمة والبذل من اجل الدين والوطن اجمع على محبته الجميع وستظل ذكراه تستحضر في كل مجال خير تركه الفقيد خلفه واستذكر صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء مناقب الفقيد الراحل والجهود الكبيرة التي قام بها في خدمة وطنه وامته فقد كان صادقا ومخلصا في خدمة الدين والوطن والمجتمع والامتين العربية والاسلامية وترك من شواهد مضيئة جعلت صفحته عامرة بالانجازات المشرفة في العمل العدلي والاسلامي والاجتماعي والخيري واكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء ان مملكة البحرين وشعبها سيظلون ممتنين لما قدمه الفقيد من اعمال جليلة للم الشمل وجمع الكلمة ونشر الالفة والمودة بين ابناء البحرين وتعزيز الوحدة الوطنية مضيفا سموه ان عزاءنا في الفقيد الغالي ما ورثه لابنائه واحفاده الكرام من علم وخبرة وحكمة داعيا سموه المولى جلت قدرته ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته من جانبهم اغرب ابناء واحفاد الفقيد عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة وما لمسوه لدى سموه من محبة وتقدير للفقيد الراحل لما قام به من دور في خدمة الوطن واكدين ان وقفة سموه الى جانبهم ومشاركته لهم في هذه الظروف خففت مصابهم سائلين الله عز وجل يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة